شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السايبراني يهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطط تنفيذية للأمن السايبراني وكذلك إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السايبراني بالشركة القابدة لكهرباء مصر وبموجب هذا البروتوكول يتفق الطرفان على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقا للمعاصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء لتأكد من متطلبات الأمن السايبراني